تموت المرأة فيسارع زوجها إلى الزواج ثم تراه يؤلف القصص عن قلة وفاء النساء هذه قصة يبدو أنها من تأليف رجل كان التاجر يحب زوجته ويخشى إنه ومات أن تتزوج بعده وذات يوم كان يتمشى بجانب المقبرة فرأى امرأة تجلس بجانب قبر فاقترب منها رأى تحمل مروحة وتهش بها على القبر لا على وجهها قال لها ماذا تفعلين؟ قالت عاهدت زوجي قبل موته ألا أتزوج من بعده حتى يجف تراب قبره وها أنا أروحه بمروحتي حتى يجف بسرعة فهناك عريس ينتظرني ذهب التاجر إلى بيته مغموما وقص القصة على زوجته فعاهدته ألا تتزوج بعده أبدا وبعد مدة دب الصراخ في البيت وأسرع الخادم وهو يلهث وينادي الزوجة وجدت زوجها مسجنة بلا حراك فبكت وولولت وجاء إلى البيت عدد من أصحاب الزوج للعزاء وللقيام بالواجب ولدفن الميت كان بينهم شاب وسيم الطلعة وضيء الوجه اقترر من السيدة الأرملة وأخذ يواسيها وقال لا ليتني أستطيع أن أواسيك بالزواج منك ولكن بي علة أعجزت الأطباء سألت المرأة وما علتك قال أحس بوهن لا علاج له إلا أن أرى قلب رجل مات لتوه ففكرت المرأة قليلا ثم أخذت سكينا ودخلت إلى حجرة زوجها المسجة ورفعت يدها بالسكين فهب زوجها وأمسك بيدها كان قد ادعى أنه ميت ورتب تلك المسرحية كلها قال لها تلك ذات المروحة وأنت ذات السكين فماتت المرأة من هول الصدمة وبالطبع تزوج التاجر بعد أيام والله أعلم